ليه الناس كانت شايفة انه ملامحك انك مش مصري الحكاية دي قادت شوية في البداية اه والله في البداية والدلوقتي يعني اهو مع الاسم هو ايسم مع الاسم مع شوية الالوان الملخبطة دي مع شوية حاجات كده فمع مثلا بداية ادواري اللي ابتديت الناس تعرفني بيها كانت مع اخوي النجم الكبير احمد السقا في فيلم الديلر فكنت طالع بالسان شامي شوية ايو فقالك بس فهي لفقت مع بعضها رجبت مع بعضها ده ممثل شامية فاتقال بقى الفكرة دي يعني انه لا ده من الاردن لا ده من فلسطين لا ده من سوريا كلهم بلادنا اللي بنحبوهم على راسي طبعا كل جنسيات العربية كلها على راسي وشرف كبير والشرف الاكبر ان انا مصري يعني انا فخور بمصريتي وعارف لما كنت تطلع في بعض الناس قولك بس لهجيته كويس اه 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 وانا بتكلم مصري كويس اه 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 لك والله يعني بعد ما تأخذي يتدي بها في الكلام يقول لك والله منور مصر والله يعني شيخ ما أنا منور بلد يعني فيتعامل يعني على إني أحد الضيوف يعني من الإخوة العرب يعني بس يعني تمام الحمد لله توصل الرسالة أنا مصري ومنوفي أكيد أكيد ومنوفي ومن المنوفي منين في المنوفي من قوسنا وتولدت فيها أصلا لا أنا تولدت في القاهرة وكل حاجة بس كان والدي محافظ على فكرة الصلة اللي تبقى موجودة نحن لازم نروح البلد نتطمن على أهلنا هناك ونيجي وكده بسنا بقى والفطير والحاجات والحاجات الحلوة بتاعتكم